بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة السنوات العامة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع منهج الاقتصاد ودرس اليوم بعنوان وظائف النقود النقود لها خاصية أساسية وهي أن لها قوة شرائية هامة يعني يالقوة الشرائية؟ أن من يحوز النقود يستطيع الحصول على ما يشاء من سلع وخدمات معروضة للبيع وكل فرض يعرض سلع أو خدمة ليقبل التخلى عنها مقابل حصول على هذه النقود وطبعا بترتبط القوة الشرائية العامة بتمطع النقود بالقبول العام طيب إيه هي الوظيفة الأساسية للنقود؟ نتكلم عن أنها وسيط في التبادل وبترتب على هذه الوظيفة مباشرة تمطع النقود بالقبول العام تنقسم عملية المقايدة إلى عمليتين هما البيع والشراء وظيفة النقود تعتبر أنها كوسيلة للتبادل لازم تتضمن تدخل النقود بالفعل في عملية المبادلة طيب إيه هي النتائج التي ترتبت على وظيفة النقود على أنها كوسيلة للتبادل؟ أول حاجة زاد اتساع حجم المبادلات وتنوعها وجود قدر من المرونة تيسير التعامل أدى إلى سرعة المعاملات وتلق رابع حاجة تعميق وانتشر مبدأ التخصص وتقسيم العمل وما لها ما من تأثيرات إيجابية على الاقتصاد نتكلم بعد كده الوظيفة اللي هي للنقود أو الوظائف الأساسية للنقود أيضا إن النقود مقياس للقيمة يعني مقياس للقيمة بيتم التبادل في الاقتصاد بين عديد من السلع والخدمات اللي بتعرض في الأسواق وهي غير متجنسة ولذلك لابد من استخدام وحدة قياس واحدة وإلا تعقدات الأمور ومن هنا بتقوم النقود بوظيفة المقياس العام للقيمة ويتم أيضا تقدير السلع والخدمات بعدد ما تساويه من وحدات نقدية النقود مقياس للقيمة يجب أن تتمتع بالاستقرار النسبي في قيمتها وإلا تخلى عنها المتعملون وبحثوا عن بديل آخر الوظيفة الأساسية للنقود أيضا مخزن للقيمة النقود هي القنطرة التي تربط الحاضر بالمستقبل ليه؟ لأنها تمكن صاحبة من الحصول على السلع والخدمات المعارضة للبيع وأيضا الحصول على ما يشاء من السلع والخدمات المعارضة في المستقبل شرط الوظيفة تتمتع النقود بالاستقرار النسبي في قيمتها وهذا الشرط لابد أن يتعرض لإقتصاد الكم وبدالتو الإدخار للتداول والإهتزاز يعني ما يحصلش تداول للنقود في قيمتها الأساسية وإلا تخلى عنها الناس هناك عناصر أخرى تستخدم كمخزن للقيمة إيه هي؟ زي الأراضي والمجاورات المعادل النفيسة وبعض الأصول زي القيمة الكبيرة زي الطحف اللي بستخدم في حالة تدهور كيمة النقود يعني التدخم وفقد النقود سببتها النسبي طب يعني التدخم تدخم وتدهور كيمة النقود وارتفاع الأسعار النقود والقبول العام طبعا أن النقود هي شيء يتمتع بالقبول العام من أفراد المجتمع وبيقبل بالوظائف التالية على أنها كوسيد في التبادل مقياس للقيمة مخزن للقيمة طب إيه هو أنواع القبول العام؟ قبول اختياري وإذا بيجد أساسه في أهمية السلع المستقدمة كنقود مثل النقود المعدنية قبول مصدره القانون حينما يلزم القانون المجتمع ككل بقبول شيء ما قنقد في التعامل وتعرف بالنقود القانونية الإلزامية وإنها هي مثل النقود الورقية هنا وصلنا لملخص درسنا كلمنا عن وظيفة النقود الأساسية كلمنا على أن نترتب على الوظيفة دي مباشر تمتع النقود بالقبول العام وتنقسم عامية المقايدة إلى عمليتين هما البيع والشراء ووظيفة النقود كلمنا عن الكوسيل للتبادل بتتضمن تدخل النقود بالفعل في عامية المبادلة وعرفنا النقود على أنها كل شيء يتمتع بالقبول العام من أفراد المجتمع ويكون بالوظائف كوسيد في التبادل مقياس القيمة مخزى القيمة كلمنا أيضا عن نوع الكبول وإن هناك كبول اختياري وكبول مصدره القانون وكده نوصل للتدريبات واللي أذكر المفهوم الاقتصادي لكل عبارة من العبارة التقليلاتية هتقدر طبعا تقرأ السؤال وتقدر تجاوب عليه بعد ما تسمع شرحنا على موقع نفهم وطبعا أنا حاطط بعض الأسئلة التراكمية لدروس سبق شرحها قبل ذلك وماذا يحدث أيضا هتقدر تقرأ أيضا وتعرف تحل إن شاء الله الأسئلة معنا بعد ما تفهم الدرس وكده تكون وصلنا لنهاية درسنا على أن نلتقي مع نفهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر